وتمكد مجاهدون في عمليتين منفصلتين قبل ثلاثة أيام من الإجهاز على ما لا يقل عن تسعة جنود صهاينة خارج آلياتهم كما دمر مجاهدون شمال غرب بيت لاهية صباح أمس أبو عبيدة تدمير 160 آلية عسكرية إسرائيلية منها 25 خلال 48 ساعة الماضية تدمير كتيبة دبابيت أبو عبيدة غزة ستكون لعنة التاريخ على الاحتلال السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلي زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جوال 14 برو ماكس وساحب عالمية ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة كتيبة دبابيت أبو عبيدة غزة ستكون لعنة التاريخ على الاحتلال أعلنت كتائب عز الدين القسام الجنح العسكري لحركة حماس مساء الخميس أن غزة ستكون لعنة التاريخ على الاحتلال مؤكدة أن الجنود الإسرائيليين سيخرجون في أكياس سوداء وقال أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب في تسجيل صوتي سنجعل غزة لعنة التاريخ على إسرائيل موضحا أن على الإسرائيليين توقع المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء وفي اليوم السابع والعشرين لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام عن تمكن مجاهد القسام في 48 ساعة من تدمير كتيبة دبابات للاحتلال وقتل وإصابة عدد كبير من جنوده وأفاد أبو عبيدة بأن المقاومة تواصل التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع محاور القتال في غزة كما أشار إلى أن قوات النغبة في كتائب القسام تلتف خلف خطوط العدو والإغارة على تجمعات الجنود ومهاجمتهم من نقطة الصفر فيما سلاح المدفعية يواصل دك حشود العدو بقذائف الهون وأكد الناتق باسم كتائب القسام أنهم نفذوا هجمة مضادة كبيرة مساء اليوم في محور شمال غرب مدينة غزة ودمرت خلالها ست دبابات وناقلتي جند أبو عبيدة بإمكاننا الإفراج عن خمسين رهينة مقابل هدنة مدتها خمسة أيام أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الضراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أن الاحتلال طلب الإفراج عن مائة امرأة وطفل من محتجزي في غزة وأقبرنا الوسطاء بأن بإمكاننا هدنة مدتها خمسة أيام أن نفرج عن خمسين وقال أبو عبيدة في بيان الهدنة للإفراج عن عدد من المحتجزين في غزة تتضمن وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع لكن العدو يماطل وأضاف أحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على مقاومتنا هي محاولة